أقدم لنا النهاردة وجبة دسمة وأقدم لنا النهاردة بعض النجوم الحقيقة لازم نسني على كيروش اختياراته حسين فيصل حسين فيصل كان لعب تم الاستغناء عنه من قبل نادي الزمالك انتقل في ريه لنادي اسموحة تقلق كيروش جاء دفع بين النهاردة أقدم مباراة مهمة جدا خد أحسن لعب في المباراة وهو يستحق يعني صنع الهدف الثالث لمحمود حمد الوينش بمهارة على خط المرمى برقص اتنين من مدافع السودان أعتقد يعني قدم يعني شكل يليق بلاعب في أول مباراة ليه مع منتخب مصر كمان يعني عمر كمال عبد الواحد كان سبب في ركلة جزاء الثالثة اللي بسيطة جدا يا جماعة عايزين نتكلم عن ركلات الجزاء والأمر بيحسب بشكل بسيط جدا شدة من إيد عمر كمال عبد الواحد خلاص حكم الساحة صفر ركل الجزاء الموضوع منتقى ومحسوم تذكرنا بركل الجزاء أحمد رمضان بكهم أمام ودي دجلة الموسم الماضي اللي الحكم أحمد الغندور تغاضى عن احتسابها النقطة التانية كمان طرد اتنين لعيبة من منتخب السودان والنتيجة يا فارس 3-0 وفي حالة ازدياد وبدون ضغط اللي احنا بنتكلم عليه اللي لعيبة بتضغط منتخب مصر لا بدغطش الاستدام مع أيمن أشرف أو تدخل عنيف على أيمن أشرف عمر الصلايا واقف ككابتن للمنتخب المصري بيتكلم بهدوء مع الحكم حكم الفيديو كان بيشوف شغله حكم الساحة بيشوف شغله استدعى حكم الفيديو حكم الساحة شاف اللعبة رجع ادى كارت أحمر للاعب منتخب السودان انت عندك خلال 8 دقايق بيحصل الطرد التاني في مدة قصيرة جدا وده اللي بنتكلم فيه وده رسالة لكتير من حكامنا ان يا جماعة في كرة القدم مفيش حاجة اسمها احتواء اه احنا لازم نوضح ده لان دي دروس احنا بنمر بدروس في كرة القدم وعتشوفه ده في الحلقة معنا ولكن مفيش حاجة اسمها احتواء في كرة القدم الحكم النتيجة السودان متأخرة بتلاتة في وقت الطرد التاني ولا يتردد ان هو يشهر البطاقة الحمراء التانية لان في النهاية في قانون الحكم النيوزولندي كان قراراته واضحة كان شخصيته في المباراة كان لا يؤثر في نتيجة المباراة بتدخلاته او تقييمه هو فقط كان يطبق القانون ولكن حابب اقول حاجة مهمة جدا احنا احيانا حبنا المنتخبنا وده والله بيكون الدافع بيكون في جلد للذات بيكون في جلد للذات ازاي بيكون احنا شوفنا الجزائر بتقدم امام السودان طبعا حسين فصل مع جايزة لعب المباراة بنشوف نتيجة مهمة جدا للجزائر امام السودان بتحقق فوز بنتيجة كبيرة شوفنا احنا قدام لبنان بنفوز في المباراة كان فيها تكتل دفاعي بنفوز بهدف لا رحنا وحسينا وكان اغلب الكلام ان الجزائر بتقدم اداء هجومي قوي وان احنا عايزين نشوف ده النهاردة شوفنا الجزائر قدام لبنان وهي ايضا بتعاني شوفنا كمان منتخب مصر وهو بيفوز على منتخب السودان بنتيجة كبيرة هنا بدأ البعض يقول اصل دي مباراة ما ينفعش نقيس عليها على فكرة كامل اللي احترام لمنتخب السودان ولكن انت بتتكلم فنان اه فيه فرؤات بس ما هو الجزائر برضو كان نفس المعيار يبقى اذا هنا احنا محتاجين نشوف لا نشوف فيه شيء ايجابي كيروش مدرب تتطفق تختلف معاه هو مدرب عنده شخصية عنده اختياراته عنده رهاناته وانا بحب المدرب اللي كده اه ممكن نتجادل ونشوف ده كان شو افضل ولكن فكرة انك عندك شخصيتك وعندك خياراتك ده شيء رائع شوفنا مرموش قبل كده وشوفنا النهاردة رفعت بيسجل هدف من تحفة فنية بحسده عليها واعتقد هدف يفرق معاه كتير جدا يا اسامي بالتأكيد يا فارس احنا لسه كنا بنتكلم عن حسين فصل ايضا احمد رفعت قدم نفسه بشكل يعني راقي جدا وهدف انا اعتقد من كرة سابتة بترتطم بالعرضة ترجع لمدافع السودان يرجعها تطلع على حدود الثمانتاشر كان بيسدد احمد رفعت بيمينه بيخدها على الطير فرستاين بشماله هدف رائع جدا يمكن معلق المبراء قاعد يشيد بالهدف ده ان هو ما شافوش قبل كده في الكرة المصرية لا انت واضح ان انت مرجعتش بالذاكرة لو سنة او سنتين بس الهدف دي موجودة في الكرة المصرية وكتير جدا وبنفس الشكل وبنفس الطريقة تقريبا من ايام الكابتن محمود الخطيب في افراقيا حتى نهاية بمحمد مجد افشا ايضا في افراقيا